مشاهدين إذا كانت تركيا وجهتكم السياحية لهذا الصيف تلك البلاد التي تجمع بين الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والأماكن الترفيهية فإليكم أبرز شروط السفر ومتطالبات الدخول إليها وذلك سيكون مع أمين أبرز المتطالبات إلى دخول تركيا يا هبة اعتبارا من 1 يوليو 2021 اتخذت السلطات التركية تدابير جديدة ضد جيحة كوفيد-19 تترتب بحسب البلدان على المسافرين القادمين إلى تركيا من أفغانستان، بنجلاديش، البرازيل، جنوب إفريقيا والهند، النبال، باكستان، سريلانكا والركاب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأربعة عشر يوما الماضية تقديم نتيجة اختبار بي سي آر سلبية تم إجراؤه قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول سيخضع هؤلاء الركاب لحجر الصحي مدتوا 14 يوما في فنادق تحددها المحافظة بالإضافة إلى تكليف الإقامة والانتقالات إلى المطار ستكون على حسابهم أيضا ويتوجب عليهم إجراء اختبار الكوفيد-19 في اليوم الرابع عشر من الحجر الصحي بعد ذلك يتم إطلاق صراحهم في حال كانت النتيجة السلبية على المسافرين القادمين إلى تركيا من المملكة المتحدة وإيران ومصر وسنغافورة تقديم نتيجة اختبار بي سي آر سلبية تم إجراؤه في آخر 72 ساعة قبل الوصول إلى تركيا بالنسبة للمسافرين القادمين من دول غير المذكورة عليه إن كان بإمكانهم تقديم شهادة تلقيح توضح أنهم قد تلقوا تلقيحهم قبل 14 يوما على الأقل من وصولهم إلى تركيا أو أنهم تعافوا من المرض في الأشهر الستة الماضية لن يطلب منهم تقديم نتيجة اختبار بي سي آر ولن يتم تطبيق تدابير الحجر الصحي عليهم على الركاب الذين لا يستطيعون تقديم شهادة التلقيح أو المستندات التي تشير إلى أنهم قد تعافوا من الفيروس أن يقدموا نتيجة اختبار بي سي آر السلبي الذي تم إجراؤه قبل 72 ساعة من الوصول أو اختبار المستضد السريع الذي تم إجراؤه خلال الأرقى الثمانية واربعين ساعة الماضية يخضع الركاب باستثناء القادمين من المملكة المتحدة وإيران ومصر وسنغفورة لاختبار بي سي آر على أساس أخذ العينات عند الوصول وسيسمح لهؤلاء الركاب بالتوجه إلى وجهتهم النهائية بعد أخذ عينات الاختبار إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية فسيتم علاجهم وفقا لإرشادات كوفيد-19 الصادرة عن وزارة الصحة اعتبارا من 15 مارس 2021 أصبح يتعين على المسافرين إكمال استمار الدخول المسافر عبر الإنترنت في غضون 72 ساعة من المغادرة بعد ذلك سيحصلون على رمز التتبع الصحي رمز الـ HES لاستخدامي أثناء السفر وخلال الإقامة في تركيا يمكن للمسافرين تقديم نسخة مطبوعة ونسخة إلكترونية من الاستمارة على الأجهزة المحمولة في وقت إنجاز إجراءات السفر وسيعفى الطاقم والبحارة التجار وركاب الترانزيت بالإضافة إلى المتنقلين والركاب الذين تقلوا أعمارهم عن 6 سنوات من متطالبات اختبار كوفيد-PCR-19 والحجر الصحي كما أن استخدام قناع الوجه الزاني خارج المنزل بما في ذلك الشوارع والمنتزهات ووسائل النقل العام في تركيا هذه إجراءات السفر لتركيا لو تريد السفر إلى تركيا نعم أعتقد أن الكثيرين يريدون السفر إلى تركيا هي الوجهة الأفضل والأسهل والمتنوعة بكل مناطقها وتاريخها المتنوعة كما تحدثنا في المقدمة ولكن تبقى أيضا الأمور معتمدة على الدول التي سيذهب إليها الناس أو سيتحرك منها الناس بالأحرى وإذا كانت هذه الدولة ضمن الفئة الحمراء أو الفئة البرتقالية أو الخضراء حسب انتشار فيروس كورونا في هذه الدولة